صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى نورسات وتلفزيون تليلوميير نصبح عليكم في هذا النهار المبارك نتمنى لكم مشاهدة ممتعة والتي تحمل أفكار ممتعة ومفيدة إن شاء الله خاصة أنه إحنا دخلنا في زمن الصوم حسب الكنيسة الغربية اللي يسميها الكنيسة الغربية وإحنا في الأردن نتبع التقويم الشرقي فواحد ثلاث بيكون للي بيسألوا إمتى للصيام واحد ثلاث أو واحد أذار بيكون صوم أربع الرماد و 27 تنين يوم الأثنين بيكون بداية الصوم عند الكنيسة الأرثوذكسية فصوم إن شاء الله مبارك رحبوا معي اليوم بضيفنا العزيز سيادة المطران جمال إدعيبس وهو النائب البطرياركي لكنيسة اللاتين في الأردن ومش أول مرة نستضيفه في برنامجنا صباحكم نور ولكن دائما نحب في بداية كل موسم لترجي كنسي ندخل فيه نعطي هالإضاءة على هذا الزمن كيف نعيشه ونحتويه ونفهمه أكتر فما أجمل أنه يكون معنا سيدنا بهذا النهار وأنت الأب والمعلم والمربية سيدنا شكراً لك لحضوراً شكراً لك سيدنا قبل أن نحن دائماً حلقتنا نبدأ بالصلاة نبدأ بالصلاة ونعطي البركة فضل نطلب بركة الله لنا جميعاً نطلب نعمة الله حتى تقضينا في مسيرتنا نحوه في مسيرتنا مسيرة التوبة التي سنبدأها مع زمن الصوم هذه المسيرة التي تقربنا منه أكثر فليمنحنا الله وليمنحكم جميعاً بركته ونعمته لكي نعود إلى إيماننا وإلى محبتنا له وللقريب نسأل ذلك باسم يسوع المسيح ربنا آمين 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 شكراً سيدنا سيدنا حلقتنا اليوم رح تكون بمحاورها بالبداية نتحدث ونتكلم عن السينودوس اللي كنتم في المؤتمر ببيروت اللي حضرته ونضوي على البيان الختامي وأهم القرارات والتوصيات اللي طلعتوا فيها وأيضاً التسمي تبعته السينودوس القاري ما معناً المتابعين والمشاهدين اللي بيقرأوا بيتابعوا أخبار لتنيسة لماذا سمي بالقاري وبعدين مندخل على الصوم إن شاء الله صباح الخير للجميع وكانت الاجتماعات في بيروت مناسبة رائعة للسينودوس نعطي خلفية بسيطة وهي أنه السينودوس عادة هو سينودوس الأساقفة وكانوا يجتمعوا في روما قداست البابا فرانسيس حب هاي السنة أو هاي المرة أنه السينودوس يبدأ على مستوى الأبرشيات على المستوى المؤمنين ويشاركوا في التحضير لهذا السينودوس اللي هو موضوعه موضوع الكنيسة كنيسة سينودوسية الاسم سينودوس معناها أن نسير معا وهذا يهم جميع المؤمنين كنيسة شركة مشاركة ورسالة وبعد هذه المرحلة الأولى اللي دامت تقريباً سنة بدأنا في المرحلة الثانية وهي المرحلة القارية تقصم العالم للقارات حتى أنه النتائج هذه المباحثات في الأبرشيات المختلفة تتجمع معاً وثم تنطلق إلى المرحلة الثالثة وهي في روما لاجتماع الأصاقف من العالم كله القارات في أن قارة إفريقيا قارة آسيا ولكن السؤال كان بالنسبة لنا في كنائس الشرق نحن لأي قارة تابعين في إنا خصوصية خاصة فطلبنا من روما وافقوا بكل سرور أن يعتبروا منطقة الشرق الأوسط منطقة الكنائس الشرقية هي قارة بهذا الإسم فلذلك أصبح أنها ست قارات توزعت وعملنا المرحلة الثانية واللي مستمرة لحلها على أساس أنه في شهر أكتوبر شهر عشرة من هذا العام يكون اللقاء الأصاقف في روما وسيعودونا للاجتماع في شهر عشرة في سنة 2024 أيضا فاستلاحا سمونا قارة بهذا المعنى المشاركين كانوا من البطرياركيات السبعة الكاثوريكية الموارنة السريان الكاثوريك الأرمان الكاثوريك الأقباط الكاثوريك الكالدان واللاتين بالإضافة للاتين اللي موجودين في الجزيرة العربية وفي الدول الخليج العربية هذا التسمية وهذا الاجتماع اللي كان عنا في بيروت لمدة خمس أيام كاملة بحضور ممثلين عن كل هذه البطرياركيات وكل هذه الدول من الخليج لمصر فلسطين لأردن سوريا لبنان العراق كنا كلنا مجتمعين مع بعض يعني كان هالجمع ما أجمل أن يجتمع الأخوة تحت صقف واحد لأنهم يتناقشوا ويتباحثوا في أمور الكنيسة لكن الغريب اللي صادفناه في هذه التوصيات اللي طلعت هي مش توصيات أكتر والتباحث اللي تم هناك هو بموضوع الإصغاء أوراً النصغي للجميع فكانوا مثلاً على سبيل المثال البطاركة السبعة موجودين كان فيها أصاخفة وكهنة ولكن كان فيها المنيين وكان في عملية إصغاء للجميع واكتشاف ما هو مشترك ما بين هاي الكنائس ومش تأكيد فقط على اللي موجود ولكن التباحث فيما بيننا بروح من الصلاة أيضاً على ما هي رسالتنا ما هي رسالتنا ما هو المطلوب منها ككنيسة حتى نعيش كوننا كنيسة بعطي مثل كثير من المرات احنا تشغل كل كنيسة لحال بيشتغلوا بيعملوا إلى آخره لا أي حد ممكن أن احنا نشتغل مع بعض أنه يكون في هذا التعاون وهذا التناغم ما بين كل الكنائس الكنائس اللي ذكرتها البطاركية السبعة كل البطاركية في إلها الليتورجية الخاصة تقاليدها الخاصة يعني تركيبتها الخاصة ولكن كلنا كاثوري كلنا نخدم في هذا الشرق فاللي طالبوا فيه بشكل خاص العلمانيين أنه نشتغل مع بعض أنه نشعر حالنا مش كنائس في الشرق ولكن نشعر حالنا فعلا كلنا كنيسة وحدة والخبرة اللي عشناها دلت على أنه نعم إحنا كنيسة وحدة اللي بإمكاننا أنه نشتغل مع بعض نصلي مع بعض نتباحث مع بعض من أجل خدمة المؤمنين ومن أجل العيش بطريقة أفضل في هذه الكنيسة فيه أمور ظهرت مثلا التنوع الموجود نعم هناك تنوع ونحترم ونقدر هذا التنوع ولكن بحاجة أكثر إلى الوحدة موضوع العلمانيين ودور العلمانيين في الكنيسة هذا من المواضيع المهمة واللي بين قصين منعاني منها في كثير من الكنائس ما هو الدور الذي يساهم فيه العلمانيين من خلال مواهبهم كان في تركيز خاص دراسة خاصة لموضوع دور الشباب دور المرأة والعائلات هذا أخذ حيز من المناقشات ومن التوصيات إذا بنسميها الأنهية مش قرارات هي التوصيات اللي إحنا بنرفعها للكنيسة الجامعة في السينودوس اللي رح يصير في شهر أكتوبر إن شاء الله نعم وناقشت أيضا لانفتاع الآخر المختلف كنسيا ودينيا بالإصقاء والحوار والمعية في العيش معا والتحاور والتعاون والاحترام المتبادل إظهارا لوجه الله الواحد فهل هذه النقطة المراد منها الكنائس الإنجلية لا المراد فيها كل ما هو غير كاثريكي إحنا عايشين ككنائس كاثريكي ولكن مش عايشين لحالنا ولا التركيز يكون فقط على ما يحدث داخل الكنيسة إحنا عايشين في مجتمع ففي عنا باقي الكنائس اللي موجودة ابتداء من الكنائس الأرثولوكسي اللي موجودة في الشرق أيضا باقي الكنائس بمختلف تسميتها ومن ثم المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فحوار الكنيسة والإصغاء مع هذا المجتمع مع الأغلبية المسلمة اللي موجودة أيضا في هذا المجتمع مع الثقافة اللي موجودة أيضا إحنا موجودين في عالم خاص منطقة الشرق الأوسط وهناك رسالة من الله لنا في هذا المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فاللي مطلوب أنه نكون منفتحين على هذا المجتمع من خلال الحوار وجميل الكلمة المعية نحن كلنا نشترك مع بعض في هذا في همومنا في مشاكلنا في مستقبلنا الواحد اللي بحاجة أن نبني معا فكيف نستطيع أن نعمل بالاشتراك مع الآخرين لدينا هويتنا الكنسية الخاصة أكيد ولكن هذا الانفتاح مطلوب من أجل خير المؤمنين خير المواطنين وخير هذا الشرق الذي نعيش فيه سيدنا هل هذه الثوابت الأساسية وأنتو كان اجتماعكم أو المؤتمر كان على مستوى القاري هل تطبق هذه الثوابت يعني هي مشتركة بين كمان أيضا الكنائس بمختلف القارات عم نلقي ككنيسة كاثوليكية موجودة منتشرة بالعالم أولا بعد ما كل دولة وكل كنيسة عملوا مشاوراتهم والإصغاء اللي تم بين جميع المؤمنين إلى آخره هلأ نرتفع إلى مستوى كل منطقة الشرق الأوسط الكنائس الأخرى في هذه الفترة هناك لقاءات لقارات مختلفة في هالأيام رح يكون لأفريقيا مثلا تم في أمريكا الجنوبية إلى آخره وبيبين هذه الهموم كلها لما بتوصل إلى روما ولما بيجتمعوا كل أصاخفة أو ممثلين عن أصاخفة العالم في روما حتى نشوف ما هو مشترك ما بين الجميع وما هي النقاط اللي المؤمنين تبحثوا فيها وركزوا عليها حتى أنه نبرزها في رسالة الكنيسة إلى كل المؤمنين فإذن إحنا في هاي المرحلة الثانية وننتظر أن تجتمع كل التقارير في روما من أجل سينودوس الأصاقفة هل بتشوف سيدنا يعني بها العملية هاي أنه من القاعدة إلى الرأس يعني كان سينودوس الأبرشل السابق من الرأس إلى القاعدة هل بتشوف أنه شو الاختلاف اللي ممكن تميز فيه هذا السينودوس عن السينودوسات والأمرات الاختلاف كبير لأنه أعطينا الأولوية للإصغاء للمؤمنين نعم وبيطلب من قداسة البابا طلب من الخوارنة والمطار لكنهم يسمعوا هالمرة مش هم اللي يعلموا الهموم اللي منعبر عنها هي هموم المؤمنين هي هموم الناس العاديين خلاص سميها مش المسؤولين في الكنيسة استمعنا كثير منهم إلى أمور تخصهم وتدل على محبتهم للكنيسة وعلى رغبتهم في الاشتراك في حياة الكنيسة ظهر مصطلح على سبيل المثال تكرر كثير وهو الإكليروسية أنه الكنيسة مركزة على الإكليروس وفقط الإكليروس هم اللي بيأخذوا قرارات وهم اللي مسؤولين عن الكنيسة فكان طلب المؤمنين وهذا مش أقول شي جديد ولكن شي مهم أنه نبرزه كيف ممكن تكون الحياة داخل الكنيسة فيها تشاركية أكثر والمؤمن يساهم في حياة الكنيسة من خلال المواهب اللي أعطيها زي الشباب على سبيل المثال أنه يشعروا أنهم ليسوا على هامش الكنيسة ولكن هم في صلب الكنيسة أن نقف مع كل المحتاجين مع الضعفاء أن نقف مع العائلات اللي تعاني أيضا من مشاكل أولوي كبيرة للعائلات من ناحية التحضير للزواج ومن ناحية مرافقة أيضا الأزواج الشابة حتى أنه فعلا يعيشوا حياة عائلية سليمة وسعيدة داخل البيت فما هو دور الكنيسة في هذه الحالة دور الكنيسة ما بعنا فيها ما هو دور الكهنة لكن دور كل الكنيسة في من كل فئاتها من كل فئاتها هذا الإشي الجديد نعم أنه سمعنا للمؤمنين وشفنا ما هي همومهم تطلعاتهم أحلامهم وبعدين بيصير مطلوب من الأصاقفة أن يترجموا هذه الأمال إلى قرارات إلى خطة عمل إلى توجهات حتى فعلا أن نعود بالكنيسة إلى حقيقتها وهي جماعة المؤمنين جميعا اللي في خدمتهم هم الأصاقفة والكهنة وليس الفكرة المعتادة أنه الكليروس هو الذي يرأس وهو الذي يقرر لا أن نعيش معا وهذا باب جديد كما نسمي اللي متفائل خير فيه فعلا حتى أنه يكون الكنيسة أقوى بمساهمة كل المؤمنين مش معاتهم أن دورهم مش موجود ولكن لا يزال دورهم ناخص عم بتشوف سيد الحماس من القاعدة الشعبية مثلا المؤمنين من جماعة المؤمنين عم بتشوف عم بتشوف عم بتشوف وجوه جديدة يعني عم بتشوف فيه ناس اللي نعم بيبين الحماس وبين أيضا من خلال اجتماعنا في بيروت بمشاركة مجموعة منيح من الألمانيين اللي موجودة وهذا الحماس اللي موجود وأيضا نرى نوع من التشكيك التشكيك بأي نتائج ممكنة نعم أنه الأمور كانت هيكة مش رح تتغير بتفهم بتفهم هذا الرأي ولكن إذا إحنا ما بدينا بخطوات عملية معناته كيف بدينا نعطي ثقة للمؤمن أنه لا إحنا منسمع لهم نعم وإحنا مستعدين أن نعمل تغييرات اللازمة في داخل الكنيسة حتى فعلا كلنا نشتغل بتفهم هذا التشكيك لأنه حكينا كثير في الماضي وما فيش إش اللي تغير وإلى آخره هذا كمان كان موجود عند مجموعة من المؤمنين اللي بقوله للمؤمنين إحنا جديين إحنا جديين وإحنا معنيين أنه نسمع حتى لهذه الأصوات المشككة نعم ومعنيين أن ننعش الكنيسة بمشاركة الجميع وبحضور الجميع وإعادة الثقة يعني أنه فيهم وفي رسالتهم في الكنيسة طبعا هذا عمل رح يكون شوي سيدنا متعب كون أنه الناس بتحس وبتلاحظ عليها أنها يعني بتشكك بتقول أنه ما رح يصير فيه تغيير من سنة الألفين لحد الآن شو عملنا شو عم منسوي الهموم هي هي عم تتزايد حتى وأحيانا يعني من الكلام من العلمانين اللي بيشككوا مثلا أنا بديش أولهم اللي بيشككوا اللي عايشين هذا الألم الاجتماعي خاصة أنه عم من فترة ومنطقة الشرق الأوسط بتعاني معاناة كبيرة غير عن بقية القرارات الأخرى معاناتها مختلفة كل بلد بتعاني كل قرارة بتعاني يعني بس معاناتها مختلفة بس عنا هون إحنا المعانا أكتر عمقا وأكتر شراسة زي ما بقول صحيح الموضوع أولا بتعلق بتغيير في العقلية وهذا الأصعب الموضوع مش موضوع خطط عمل وبرامج والآخر بخدر ما هو تغيير في العقلية الناحية الأخرى أنه الكنيسة تعمل على خدمة المؤمنين ولكن نعرف أنه الصعوبات كبيرة وأنه فيه أمور اللي ما بتهم أو بتخص الكنيسة بشكل مباشر فيه أمور الحياتية اللي هي صعبة واللي منعيشها في عدة دول بالنسبة للمسيحيين بالنسبة لكل المواطنين طبع فما نتوقع أن الكنيسة عندها عصة سحرية اللي تحل كل المشاكل اللي موجودة هنه يتمنون بعرف وهذا يتوقعون مرات من الكنيسة إنه عندها العصة السحرية بس إحنا المفروض يكون عندنا شوية تواضع إنه هاي رسالتنا هاي اللي إحنا بنقدر إنه نقوم فيه ولكن معناش عصة سحرية نحل مشاكل الناس الأهم إنه نوقف مع الناس ونكون قربين منهم في معاناتهم اليومية واللي نعرف في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص في العديد من الدول هناك صعوبات حقيقية خلنا نذكر هاي الأيام مثلا سوريا سوريا نعم مع الزلزالة اللي صار مع الألام الكثيرة هل تم ذكروا في السينودوس؟ طبعا أول ما بدينا أول ما بدينا بدينا في ذكرهم وفي الصلاة من أجلهم استمرينا في الصلاة وفي التضامن أيضا معهم بطرق مختلفة كل الكنائس اللي قررت وبالتواصل أيضا مع الكنيسة في سوريا خاصة في شمال سوريا وهناك العديد من المبادرات لإظهار هذا التضامن وهذا الوقوف مع أهلنا اللي موجودين في سوريا اللي أقوله نحن نقوم بما واجبنا بما نقدر عليه لا نستطيع نحل كل المشاكل مثل ما قلت ولكن من المهم أن نعمل معا حتى لمستقبل هذه الكنيسة إن شاء الله نتمنى بهذه المسيرة السينودسية أنها تستمر وتلاقي صدى لنفس المؤمنين وتحقق كمان هذه الثوابط الأساسية للكنيسة أيضا أنها تترجم على الواقع الكنيسة المحلية سيدنا بنرجع إلى جزء الثاني من حلقتنا اللي هو بدء الصوم الأربعيني عنا تقرير بنقول هيك فيديو صغير هلا الشباب بحضروا بنشوفه سوا جاهزين شباب يلا بنشاهد معا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا مكتوب أنا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان يا أبان الحق ابنك المذبوح قربانا في دا فاقبل من ذاق ليبررانا أهوال الرادا اقبل مننا هذا القربان واصفح عنا وانسى خطايا ضد جلالك صدرت من دا دامه المهرط فوق الجلجولة ليخلصنا يضرع عنا فاسمع لأجله صوت صلاطنا ثم أصعده إبليس وأراه جميع ممالك العالم إليك أعطي كل هذا السلطان والمجد لأنه قد صار لي وأنا أعطيه لمن أريد كل هذا سيكون لك إن سجدت لي مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم أخذه الشيطان إلى أورشليم وأوقفه على جناح الهيكل إن كنت ابن الله فالق نفسك من هنا لأنه مكتوب إن الله يرسل ملائكته لكي يحفظوك وإنهم على الأيدي يحملونك لكي لا تصدم بحجر رشلك يقول الكتاب لا تجرب الرب إلهك ألم المسابير جرح الحرب قاص حبيبك في آلمه ما يوحينا ويرضي قلبك عدنا إليكم عزانا ومتابعينا الأعزاء ومشاهديننا على تلفزيون نورسات واتلي لوميير وسيدنا يعني تسمح لنا في بعض الأسئلة اللي إجت على صفحتنا على فيسبوك طلبوا مننا أنه البحث فيها فأنا رح أسرد كل الأسئلة فعساس أنه من هنا ننطلق للإيجابة ومن ثم ننطلق إلى رسالة قداسة البابا في الزمن الصوم لماذا كلنا نصوم مع بعض بدل أنه كل واحد حسب راحته يصوم والسؤال الثاني إذا كان المسيح قد فدانا وخلصنا لماذا نذل أنفسنا في الصوم والسؤال الثالث علاقة الصوم الحالي في هذا الزمن الحديث هذا سؤال شاءنا من صديقة البرنامج صديقة البرنامج ماريا مشبارة صومنا لم يكن فيه اختلاف بين الماضي والحاضر وننتظر ماذا سيكون في المستقبل يعني هي عم بتقول أنه كان الصوم شديد في الماضي فصار فيه تسهيلات كثير في الحاضر والمستقبل ماذا سوف يكون فسيدنا تفضل بتهيالي البداية غلط إذا بدنا بهذه التفاصيل قبل ما نعرف عن فكرة الصيام زمن الصيام هو زمن روحي هو زمن اللي فيه نتقرب من الله نتطهر من خطيئنا هو زمن توبة بنسميه زمن الأربعيني لأن الموضوع ليس فقط صيام الكنيسة دائما بذكرنا في بداية الصيام بالمحاورة الثلاث صلاة صوم صدقة الصلاة في علاقتنا مع الله في العودة إلى الله في التوبة إلى الله الصوم في حرمان أنفسنا نعم في تنقية أنفسنا والصدقة هي في علاقة المحبة مع القريب الأساس هو أن نعيش هذه المسيرة التوبة خلال هذا الزمن الأربعيني ونتقرب فيها من الله من القريب ومن أنفسنا لما نسأل أنه كل واحد يصوم على راحته بطريقة اللي بدوئيها نحن نحكي عن كنيسة نحن نحكي عن جماعة جماعة مسيحية التي تسير معا الإيماني ما بيخصني أنا الحالي ولكن أنا ضمن هذه الكنيسة فالاشتراك في الصوم في نفس الزمن بنفس الصيام بيشعرني أني أنا جسء من شعب الله الذي يسير مع هذا الشعب نحو الأسبوع المقدس الموضوع الصيام مش موضوع لكل واحد يقرر إيش اللي بدويا ولكن الموضوع هو كيف ممكن أنه ندخل في زمن التوبة وللتوضيح بقول في الماضي كان التجديد على الخوانين وكان شديد نعم اليوم الصيام لا يزال موجود المهم بالنسبة للكنيسة أن لا تزيد من أعباء الصيام بتحطيش وصايا وقوانين وشرائع مشان المؤمن يصير يشعر أنه بالذنب أنه عمل خطيئة إذا أكل إذا هذا الموضوع مش موضوع أنه أحرم ذاتي لمجرد الحرمان وحتى أنه أذل نفسي لا 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 الموضوع هو موضوع التطهير لما أنا متمسك بكثير من الأمور المادية وبينها الأكل مش فقط الأكل ولكن بينها الأكل أجل الوقت اللي في ألجأ للأمور الأهم في حياتي إلى هذه العلاقة مع الله واللي أنا مستعد من أجل هذه العلاقة ومن أجل التوبة أن أحرم ذاتي أن أحرم ذاتي من معكولات فالموضوع الكنيسة انتقلت من طريقة فرض الصيام بقوانين كثيرة إلى وضع أسس مشتركة لكل المسيحيين أن نعيشها في الصيام وتركت المجال للإنسان أن يعيشوا بطريقة أيضاً بطريقة فردية فمثلاً من المقترح ومن المفضل أن يكون فيه الصيام مثلاً في البيت الكل يشترك فيه بس في البيت ممكن يكون فيه إنسان مريض ممكن يكون فيه أطفال اللي رح يختلف فمن ناحية بيكون الصيام جماعي للجميع ومن ناحية ثانية تراعي الفروقات الفردية اللي موجودة فخففنا ما يمكن أن يعتبره المؤمن أنه خطيئة إذا أكل الموضوع مش موضوع خطيئة ومخالفة قوانين موضوع عيش هذه الرحانية من ناحية الأكل إذا أخذنا أن نذل أنفسنا بالمعنى الإيجابي لأنه نذل كبرياءنا نذل أنانيتنا طمعنا شهواتنا نعم بحاجة أن نقوم بهذا الصوم حتى فعلاً نعود إلى الأمور الأهم في حياتنا اللي عنده مشكلة في الأكل الموضوع مش أكل الموضوع كيف نستطيع أن نتقرب من الله كيف نستطيع أن نعلن توبتنا توبتنا مش بس عن خطايا محددة عملناها توبتنا بشكل عام توبتنا عن عاداتنا السيئة اللي منعيشها عن رذائلنا عن الكبرياء والطمع اللي موجود فينا كيف ممكن أنه أنا أرجع أدرب نفسي مشان ما تكون هذه الرذائل عائق بيني وبين القريب نعم ما تكون هذه الرذائل وهذا الكبرياء عائق بيني وبين الله نعم فالأهم أن نعيش هذه التوبة مع الله أن نتقرب من القريب وخاصة المحتجين يعني هذا زمن خاص أن نفكر بكل إنسان محتاج بالإنسان الفقير بالإنسان المريض بالإنسان البعيد بالإنسان الذي يحتاج إلى تعزية إلى آخرين نفكر فيهم هذا أولوية أيضا في زمن الصيام فهي مسيرة روحية نعم الكنيسة بتحاول من خلال التعليمات أنه توجهنا تساعدنا في هذه المسيرة التي نقوم فيها خلال الزمن الأربعيني فالموضوع هو جماعي نعم تراعي الفرقات الفردية أكيد ولكن في نفس الوقت هو تخفيف من قوانين وشرائع ليس تخفيف من الصيام لأنه اليوم لما في ناس بيفرضوا على أنفسهم الصيام معين ممكن يكون أشد من الصيام اللي كان في السابق ولكن لما أنا بختار هذا الصيام أنا بلتزم فيه ويصبح أمر فيه قناعة مش فقط لأنه مفروض عليه ولكن فيه قناعة واللي من خلاله بعيش روحانية هذا الزمن المقدس هو سيدنا يعني إحنا لأنه عم منعيش كمان يعني عائلاتنا فيها الكاثوليكي وفيها الأرثودوكسي يعني بنفس العائلة بتلاقي ناس زوجة وزوجة وأنا أرثودوكسي وأنا كاثوليكي ويعني مختلطة المواضيع فهون يضيع الصوم يعني على أي صوم أنا أتبع لأنه الكنائس الأرثودوكسية مثلا في عندها تجديدات بموضوع الصيام والكنائس الكاثوليكية لأكثر مرونة الكنائس الكاثوليكية بنحكي عن الكنائس في كل أنحاء العالم نعم فلما بدأت تحط قانون بتحسب حساب أنه هذا الحكي بينطبق على كل الكاثوليك في كل أنحاء العالم وتشجع الكنيسة أن يتبع المؤمنون إدلعادات المحلية يعني مثلا ما هو صيام اللاتين كل اللاتين بصوموا صيام الشرقي نعم وننصح الجميع أن يصوم نفس الصيام نعم صيام رائع جدا وصيام مفيد جدا وصيام يجعل مننا جزء من هذه الجماعة المسيحية التي تقوم بنفس نوعية الصيام نعم مفروض بقانون لا نعم ولكن هذا ما العادي اللي موجود في بلادنا نعم يعني مثلا بحسب القانون اللاتيني ممنوع أكل لحم يوم الجمعة نعم بس مش معقول إنه أصفي على يوم واحد ما أكلش لحمة فعدم أكل اللحمة والزفر كله نعم منتجات الحيوانية هذا ما ننصح فيه المؤمنين نعم بس إذا فيه طفل شرب حالي مش معنات وخانا في الصيام فالموضوع مش موضوع قوانين بقدر ما هو تشجيع على إنه كلنا نعيش بنفس الروحانية بنفس الطريقة نعم وشو المانع نعم وهذا ما تسمح به وتشجع عليه الكنيسة الكاثوليكية أن نتبع العادات المحلية العادات الجيدة العادات الرائعة زي الصيام مثلا نعم يرى تكون عائلة لكل العائلة أيضا حتى أنهم يعيشوا هذا الصيام بنفس الطريقة مع كل المؤمنين في بلادنا والعددنا قليل في هذه البلد وهذا سيدنا السؤال أنه يعني أنه بختلف معاني الصوم تختلف طريقة الصوم من شخص لشخص يعني بنفس البيت بيكونوا صايمين كلهم لكن شخص ممتنع تماما يعني وجبة واحدة بنهار وتكون خالية من الزفر والأخير وبيحكي لك ويقول لك لا اللاتين بيحكوا إشي تاني مسموح لي أكل هيك ومسموح لي فمش غلط إن صوم الصوم الألطودوكسي أو الشرقي مش موضوع حرام وحلال مش موضوع أفطرت وهلا صار سيدنا يعملوا الأكلات حتى كمان يعني التقشف مطلوب بهذا الزمن التقشف يعني أنه أنا ما بسمح لذاتي بأنه أكل اللي بديها ويعني هذي بيقصين الشراحة في الأكل التقشف في الأكل بخليني أفكر بالناس اللي معدهم مش أكل نعم بخليني أفكر في الناس المحتاجين وخليني أذكر بوصيئة للقديس يوحنى ذهبي الفان في القرن السادس اللي بيقول ما توفره من صيامك ليس لك بل هو للفقير والمحتاج إذا أنا بوفر ببطل أشتر لحمي مثلا بوفر مصاري مشان أخب المصاري ولا أستمتع فيها أنا بسرق أموال الفطرة حلو القديس يوحنى ذهبي الفان بيقول هذا سرق من أموال الفقرة فما نوفره من صيامنا هذا للإنسان الفقير والمحتاج خلينا نمشي على تعليم أبائنا في الإيمان على أحد أباء الكنيسة هذا للقديس حتى فعلا يكون تخشفنا هو شعورنا مع الإنسان المحتاج وهذا الشعور شعور عملي معه وليس فقط بالمشاعر نعم سيدنا في رسالة قداسة البابا للصوم لهذا العام نحن منحب يعني نطلعها كمان على المؤمنين تا يعرفوا قداسة البابا شو عم بوصينا لأنه أكيد يعني هذا الصوم في بكون بقولك فيه له هدف معين خلينا نصلي ونركز على الهدف وأنا حسيت من رسالة البابا الهدف مرتبط أيضا بمسيرة السينودوس اللي طلبها لعنوانها زهد الصوم مسيرة سينودوسية فسيدنا ماذا تقول عن هذه الرسالة على ماذا ركزت يعني عن زهد الصوم مسيرة سينودوسية إذا رجعنا للإنجيل المقدس نعم المسيح بعد اعتراف بطرس فيه على أنه هو المسيح في قيسرية فليببوس لإيبانياز نعم ينتقل إلى جبل التجلي حيث تجلى مع تلاميذو نعم ثم يستمر عن طريق غور الأردن في مسيرته صعودا نحو القدس نعم وهذه المسيرة يسوع اللي فيها مع تلاميذو كان يوصيهم دايما بإن احملوا الصليب واتبعني ولنصعد إلى الخدس لنصعد إلى أورشالين وهناك بدأ التنبؤات السيد المسيح عن ألام وقيمته نعم نأتي إلى صيامنا صيامنا بيبدأ يوم أربع الرماد أو يوم الاثنين اللي قبله نعم لمدة أربعين يوم حتى نصل إلى الأسبوع المقدس نعم اللي بركز عليه قداسة البابا هو أن هذه الأربعين يوم تكون مسيره نعم تكون مسيره مع يسوع نعم مسيره مع يسوع اللي بذكر فيها أيضا التجلي نعم على الجبل والصوت الذي أتى من السماء هذا هو ابن الحبيب فلهو اسمعه نعم ويوصينا بأن نسمع لكلام المسيح نسير معه حاملين صليبنا نسير معه كجماعة مسيحية هذا معنا مسيرة سينودوسية نعم مسيرة مع المسيح مسيرة في حمل الصليب مسيرة صعود ارتقاء إلى القدس حتى نصل إلى الأسبوع المقدس نصل مع المسيح إلى علية صيون في العشاء الأخير ننتقل معه إلى بستان الزيتون ثم نحمل معه الصليب إلى الجلجلة نتأمل فيه في موته وفي خلاصه لنا بانتظار فجر يوم الأحد فجر القيامة فهي مش موضوع أيام اللي بتمر بقدر ما هي مسيرة نبدأها صعودا مع المسيح كجماعة لذلك يقول سينودوسية نساعد بعضنا البعض نعضد بعضنا البعض نساعد بعضنا البعض في هذه المسيرة مسيرة التوبة والتقرب من الله لنسير مع المسيح نحو الموت والخيامة نعم سيدنا أضافي الحبر الأعظم هدف المسيرة في زهد الصوم كذلك المسيرة السينودوسية هو التجلي الشخصي والكنسي مثل ما أنت تفضل حتى يتحقق هذا التجلي فينا في هذه السنة أود أن أقترح مسارين نتبعهما لكي نصعد معا مع يسوع ونصل معه إلى الهدف الأول يشير إلى فعل الأمر الذي وجهه الله الآب حلوة أيش فعل الأمر الذي وجهه الله الآب إلى التلاميذ له سمعوا النقطة الأولى أنه هذه المسيرة هي أيضا مسيرة فردية نعم يعني بقدرش أقول أنه بعمل زي الباقين باجي على البيت إذا طابخين صيامي بوكل صيامي مش طابخين يعني كأنه بمشي مع الجماعة لا هي أيضا مسيرة فردية فردية وهذه المسيرة في هذه المسيرة الفردية التي فيها له اسمعوا نعم لنسمع إلى كلام المسيح نعم لنقرأ في الإنجيل المقدس لنرى ماذا يطلب مننا المسيح شو معنى أنه نحمل صليبنا أي صليب نحمله في إنسان عايش بدون ما يكون عنده صليب نعم بس في فرق أنه نحمل هذا الصليب بتذمر نعم مش عجبنا أو نحمله بمشاركة في ألام المسيح نعم التزام في الصيام في قولي الصيام أنا بفرضها على ذاتي بمعنى أنه هي مسيرة شخصية أيضا مش فقط مسيرة جماعية نعم نحو القيامة وهذه المسيرة تتم لما بنسمع لك كلام يسوع نعم هذا المعنى لقصد قداسة البابا وأيضا الإشارة الثانية تابع البابا فرانسيس يقول فهي ألا نلجأ إلى تدين قائم على أحداث غير عادية وخبرات له دلالات وإحاءات خاصة خوفا من أن نواجه الواقع بصعابه اليومية وقصاوته وتناقضاته ما المقصود في تدين القائم على أحداث غير عادية ما يدعو له قداسة البابا هو أن نعيش هذا الزمن ونعيش هذه التوبة من خلال أحداث حياتنا العادية اليومية من خلال علاقاتنا العادية اليومية في العائلة في العمل مع الأصدقاء إلى آخرين من خلال أحداث الحياة اليومية ولا ننتظر خلال هذا الزمن لا ظهورات ولا رسائل خاصة ولا أمور خارقة للعادية الدعوة قداسة البابا أنه في حياة اليومية أن نعيش هذه المسيرة نعم بدون أمور خارقة للعادية نعم بدون أفكار غريبة إلى آخرين لا بالحياة اليومية بالمعاناة اليومية المعاناة موجودة وبالصعوبات الحياة اليومية نواجهها ما نحاول نهرب من هذه الصعوبات أن الله يتدخل وسيتدخل الله يتدخل دائماً ولكن بطريقته الخاصة اللي ما بيع فينا من هذه الصعوبات ولكن يقوينا على احتمال هذه الصعوبات فما نحاول نهرب من صعوبات الحياة صعوبات موجودة نتكل دائماً على نعمة ربنا اللي بتقوينا حتى أنه نواجه هذه الصعوبات مش نهرب منها طب سيدنا يعني هلأ سؤالي كسؤال مؤمنين نحن نصوم بنركز في الصوم على الأكل والشرب والآخرية ما المطلوب يعني الشيء الجديد المطلوب من المؤمنين يقوموا فيه يعني خلال فترة الصوم تشوف ما هي متطلبات المؤمن مثلا أنه يركزوا عليها خلال فترة الصوم بعيدا عن الأكل والشرب المسيرة التوبة هي أيضا مسيرة التحرر هناك كثير من الأمور التي تستعبدنا ولما منراجع عنفسنا ومنشوف أنه فعلا فيه أمور اللي بتقيدنا وتتحكم فينا نحن بحاجة أنه نتحرر منها إذا كان حب المال بتحكم فينا هذه طريقة لتخلص منها إذا كان هناك إدمان اقترح خداثة البابا في السنوات الماضية على سبيل المثال أن نصوم على الإنترنت عن وسائل التواصل الاجتماعي نعم في ناس على فكرة بتوقف الفيسبوك مثلا بتعمل نعم بدي أتحرر من هذه العبودية أن أشوف الوسائل بشكل مستمر ما هي العبودية اللي أنا خاضع لها للأسف واللي بدي أتحرر منها ما هي الخطايا اللي موجودة في حياتي بدي أتحرر منها العادات السيئة الإدمان اللي موجود نعم ممكن مواقف داخلية تجاه بعض الناس نعم مواقف قلة محبة أو ضغيمة تجاه بعض الناس لازم أتحرر منها بمحبة حقيقية ومصالحة حقيقية مع الآخر نعم من هنا هذه المسيرة الشخصية وهذا القرارات الشخصية وبعيد عن موضوع الأكل كمان في أمور اللي بيقول بدي أصوم عن هذه الأمور لأنه بدي أتحرر مش بدي أقيد حالي بتصرفات معينة للآخر هي لا بدي أتحرر في بعض الناس بيعانوا من العصبية على سبيل المثال خلينا نطلب من على سبيل المثال نطلب من الله أنه يساعدنا في هذا الزمن نحافظ على عصابنا هذه أنه تكون ردود فعلنا وتعاملنا مع الآخر معلة الأكل بتزيد العصبية يا سيد بدنا ننتبه المحبة القريب أهم من الأكل نعم يعني إذا كان قلة الأكل بدها تقلل من محبة القريب محبة القريب إلها أولوية هذا اللي بيحكينا يا سيد المسيح فخلينا تكون هذه المسيرة مسيرة توبة ومسيرة تحرر ذاتية وهذا بهاي طريقة كل إنسان ممكن يشوف ما الذي يستعبدني حتى أتحرر منه في هذا الزمن نعم ماذا تقول سيدنا عن أعمال الرحمة أيضا في هذا الزمن يعني الإنسان اللي بيصوم كمان إذا صيامه غير مرتبط بأعمال الرحمة كمان يصومهم ناقص بيكون فهو صوم وصلاة وصدقة أو بنقول صلاة وصوم وصدقة يعني الترتيب فالموضوع الصدقة في هذا الزمن هل هو فرض على الإنسان المؤمن الصائم؟ هو فرض على الإنسان ومجال الصدقة وأعمال الرحمة واسعة جدا نعم واسعة جدا من سيارة مريض نعم من المساعدة إنسان محتاج من تعزية إنسان محزون من كلمة لطيفة للآخرين كلمة تشجيع موجودة من اهتمام بأفراد العائلة لأنه أحيانا نتغاطى نلتهب بمئة إشي وإشي حتى لما نكون موجودين في البيت نعم الوقت هلا هو وقت للعائلة نعم وقت للاهتمام بالعائلة وبكل فرد من أفراد العائلة نعم نظهر هذا الاهتمام هذه المحبة بأبسط الطرق ولكن لتكون طرق صادقة نعم حقيقية صادرة من القلب حينها نعم ممكن أن تصبح أعمال الرحمة أعمال ضرورية نعم لعيشها خلال هذا الزمن وزي ما قلت أعمال الرحمة هي مجالها واسع جدا نعم اللي من خلالها منعبر عن محبة صادقة حقيقية تجاه الآخرين وخاصة المحتاجين منهم المحتاجين منهم صح سيدنا هل بتشوف كمان أعمال الرحمة وأيضا الالتزام الديني الروحي مثلا من أحد المتطلبات في هذا الزمن الصوم أنه مثلا زيادة حضور القدس مثلا بدل ما يكون القدس مرة بالأسبوع هل بتصير مثلا عم بتشجع الناس كمان أنهم يحضروا قدسين أو ثلاثة يعني هذه كمان خلال فترة الصوم بزيد مشاركتهم الإيمانية مش غلط هلأ في عندنا خيارات واللي مشجع الناس عليها نعم في عندنا خدس يوم الأحد نعم في عندنا يوم الجمعة رياض الدرب الصليم نعم وفي الكناسة الشرقية المدعيح نعم وهي صلوات خاصة بزمن الصيام نعم في عندنا قراءة الكتاب المقدس نعم كمان اللي بننصح فيه خلال هذا الزمن نعم في عندنا الصلاة الفردية أيضا أنه ادخل حجرتك وأغلق عليك بابها نعم وهنا لك صلي في ناس متعودين أنه في زمن الصيام يكون في عندهم عشر دغائق ربع ساعة للصلاة نعم كمان هذا أمر يعني رائع جدا نعم واللي بدخلنا بهذه العلاقة الشخصية مع الله يعني ما نكتفي بس بيوم الأحد نكتفي بيوم الأحد نكتفي بيوم الأحد يعني نتقرب أكثر من الله كيف ممكن نتقرب غير الصلاة نعم ما هي الطريقة؟ ممكن مشجع إذا العائلة كلها تجتمع للصلاة نعم يعني بيكون كمان شي رائع جدا رياضة درم الصليب يوم الجمعة أو المداعب كمان مساعدة جدا فالخيارات موجودة ولكن نختار ما هو الأقرب على قلبنا ونحاول أنه من خلال الصلاة من خلال الوقت اللي من كرسه للصلاة أنه نتقرب أكثر من الله نعم وفعلا نعيش هذا القرب وهذه المسيرة مع السيد المسيح جميل أنا بالصراحة سيدنا يعني هذا على صعيد الشخصي وهيك كتير برجع لقراءة المزامير في زمن الصوم بحب كتير المزامير والترنيم يعني بتعلم خلال فترة الصوم كمان المزامير بألحانها الجميلة فهلا بالنسبة لموضوع آخر بالنسبة لموضوع الصوم هلا أنا شاكري كتير زادت الأسئلة على الصفحة بس بعتقد أنه جاوبنا عليها في بعض الأسئلة وأنه أوكي فلو مين نصار صباح كمنور سيدنا المطران جمال الدكتور الصوم هو جهاد روحي ومسيرة متواصلة علاقة خاصة بالإنسان والله فهل تبسيط طرق الصوم تشجع المؤمن على الصوم أم تشعر بأنه غير ملزم بالصوم وأنه غير إلزامي وبالتالي تفقد هذه العلاقة بين الكنيسة وأبناءها ويلجأ البعض إلى الكنائس الأقل لالتزام من تعليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة يعني هذا برضو كمن اي تنك جاوبنا إذا بترجع الناس بيدوروا دايما على قوانين نعم على إيش مصبوحة إيش ممنوع الكنيسة اللي المسيح حررنا نعم فالكنيسة تريد أن تحرر المؤمن لكي تكون مسيرة مسيرة الصادقة حقيقية نعم اللي المؤمنين واللي هذا اللي أحضته في كثير من المؤمنين اللي بيفرضوه على أنفسهم ومش مطلوب بقانون الكنيسة نعم وأكثر بكثير من القانون اللي بتطلبوا الكنيسة بيشعروا أنه هذا التزام شخصي وهذا تعبط شخصي ويساعدهم في حياتهم الروحية الموضوع مش موضوعا سهل السيام لا موضوع أنه نترك المجال لكل إنسان أن يشارك بطريقة شخصية في هذا الصوم وليس فقط باتباع القوانين حلو الصوم الصح يا أبو ماريو دبابني حاضر لو سمحتم التعليق يلقى أمامك سيدنا الصوم الصح لازم الغني يوقف مع الفقير عشان ربنا يبارك فيه أم لا؟ نعم والقوي يوقف مع الضعيف نعم والكبير يوقف مع الصغير والشاطر يوقف مع الأقل حظا نعم 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 كل هذا اللي بتدل على هذا القرب من الآخر وعلى الاهتمام بالآخر وهذا ينطبق على الطلاب الموجودين في نفس الصف نعم ينطبق على الموظفين اللي بيشتغلوا في نفس الدائرة صح ينطبق على البيت ينطبق على مجموعة الأصدقاء ينطبق على الرعية أيضا نهتم بعضنا ببعض ينطبق على مختلف المستويات نعم لما منشعر كلنا كجماعة واحدة كأخوة فيما بيننا جمال سليمان قندا حلقة أوكي للسيري جماعة للسيري جماعة بمسيرة جماعية وأيضا مسيرة فردية شخصية روعة شكرا إليك أخي جمال لو سمحتم سؤال الصوم فقط عن الطعام ولا عن اللسان ربنا يبارك فيكم سيدنا المطران جمال دعي بس أنا من نعور أهلا في أهل نعور كلهم صوم عن اللسان كلنا منحكي فيه ودائما منحكي فيه ومش معقول إنه أصوم عن الأكل ولساني فلدان أو أكمل في النميمة على الناس نعم يعني هذا أمر نعم نذكر في الزمنات كثير ونرجع من أكد عليه صوم اللسان قديش اللسان ممكن أن يسيء قليل نرجع على رسالة القديس يعقوب يشبه اللسان بشعلة نار يمكن أن تحر غابة كاملة يا الله فإذا الإنسان قدر يضبط لسانه يضبط جسده كله ويشبه اللسان بضبط اللسان بالخيال اللي يضبط باللجام يضبط كل الفرس باللجام لما يضبط لسانه نعم فنص رائع جدا في رسالة القديس يعقوب بيحكي عن أهمية ضبط الإنسان فإذا استطاع أن يضبط لسانه استطاع أن يضبط كل جسده أخت ماجدة البير أيضا كمان الصوم عن الطعام مقدور عليه لما لا مانع صحي له أما الصوم المطلوب هو إفراغ النفس من أهوائها لتجوع وتعود لتشبع بكلام الرب هو التوقف عن جلد إخوتنا بسياط الكلمات الجارحة أو أن نقاوم الكسل والحسد والجوع والتنمر والتكبر لنكون أول حاصدين في كرم من رب إذا بتلاحظ سيدنا من الكومنتات تعليقات أنه بتحس أنه الناس عم تنجرح من بعض الناس عم تشعر بالفراغ الوحدة من عدم وقوص الآخر حولها خاصة اللي مثلا بقولك وقف مع الفقير أكيد عم بشعر بالنقص أنه مش واقف معه أو الغني مش عم بوقف عن الفقير عن موضوع اللسان أنه في كتير دم وقدح واللي بيحكي عن أنه التكبر والنميمة وكذا لأنهم عم بعيشوا هذا الشيء مع إخوتهم المؤمنين إن شاء الله هذه الأمور ما تكونش من نتائج فترة الكورونا اللي عشناها لأنه تعودنا على الوحدة وعلى البعض مع بعض وصار بسهولة الإساءة والتنمر وحتى باستعمال الوسائل الإلكترونية تجريح وإهمال آخرين والشعور بالوحدة أمراض نعاني منها أمراض يجب أن ننتبه لها وأن نعود من جديد أنه نعيش كجماعة واحدة نسأل بعضنا عن بعض البابا بذكرنا دائما في كبار السن نعم نذكرهم نزورهم نعم نوقف معهم وكل الفئات الأخرى حتى فعلا نرجع من جديد ونشعر أنه إحنا جماعة مسيحية نقف بعضنا مع بعض ونساند بعضنا مع بعض وننتبه إلى الأضعف والقديس بولوس في رسالته إلى الكورنتوس بيحكي عن الجسد وبيقول إذا تألم عضو تألمت محول سائر العضاء حلو خلينا نرجع من جديد أنه فعلا نشعر بعضنا مع بعض حتى أنه نعيش هذا الصيام بطريقة صادقة حقيقية تقربنا أكثر من الله من الله سيدنا الوقت انتهى هو أذكرنا فيه أنا بشكرك كثير على يعني سعة صدرك في الإجابة عن الأسئلة أسئلة المؤمنين وأيضاً يعني وجودك وكلامك معنا بهذا النهار المبارك والصباح الجميل نتمنى يا رب موسم صيام للجميع يكون صوم مبارك ويتحقق فيه زيادة المحبة التعاضد والتكافل مع بعض نكون جسد واحد مثل ما أرادنا سيد المسيح أنا بشكر كل الأشخاص اللي تابعونا على صفحتنا واللي علقوا على الحلقة وأيضاً لأرسلوا رسائلهم إن شاء الله نكون قد جوابنا عليها وقدر المستطاع وأيضاً كل الأشخاص اللي تابعونا على التلفزيون على النورسات وتليلوميار سيدنا بشكرك مرة ثانية أنا كمان على استضافتك وناخد البركة منك وننطلق بسلام لأطلب بركة الله القادر على كل شيء ليكون معنا جميعاً وليكون مع عائلاتنا وليكون مع كل فقير ومحتاج ليكون مع جماعتنا حتى نشهد له بحياتنا الجماعية وليبارككم الله القادر على كل شيء الأب والابن والروح القدس آمين شكراً لكم وإلى اللقاء في حلقتين قادمة من الأسبوع القادم بموضوع جديد إن شاء الله كل عام أنتم بخير أعجوب التليلوميار مستمرة مستمرة فيكم مستمرة لكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولاد ولادكم وللجيل البعض ولاد ولادكم من بعد لما تكون تعبن بهمة عندك المتريحة ألبك ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير ساتي ليل وميير وحب وفير موسيقى هي منبر للحرير حدنا بيت المسيحي وعند كلم صريحة قوية تصرخ لال الطائفي هي رسالة مسكونة مش سياسة ولا حزبة وصوت للوحد الكنسي نور ساتي ليلومي نور ساتي ليلومي نور ساتي ليلومي نور ساتي ليلومي نور ساتي للم صلوات ليلومي محب وخير موسيقى 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 شكرا